أول ما تلاقيني طلعت النضارة من الجراب أعرف أن فيه أرقام كتير وأرقام مهمة وأنه لازم تطيقن أنه الموضوع عجبني لأن تلاقيني بقى البست النضارة كده وقعدت بصه وبتاع بصة سيدي زي ما بنتكلم على أنه هناك أمور ويمكن أنا من أكتر الناس اللي تتكلم كتير على مسألة ضرورة العمل على خفض أسعار كل حاجة موجودة في البلد زي ما كمان لا أستطيع أن أغفل على الإطلاق أنه فيه مشروع عظيم عظيم اسمه القضاء على العشوائيات وهنا عايز أخذ حضرتك معايا ونبدأ نتابع مع بعض اللي نشروا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشكورين جدا بصراحة لأنه ده من المشروعات اللي تهمني أنا حتى بشكل شخصي جدا 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 نظرا لإنحيازاتي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية المركز الإعلامي عامل لنا تقرير اللي هو التقريرات التقارير المعلوماتية أو ما يطلق عليه الإنفو جراف ماشي التقرير ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم على تسليط الضوء على تجربة مصرية الحقيقة استثنائية في القضاء على العشوائيات لأنها في مدة وجيزة العشوائيات دي وليدة عشرات السنين فلما تعمل الإنجاز ده في أقل من تسع سنوات لأنه مثلا القضاء على العشوائيات الخطرة حصل في خلال تمن سنوات كنا خلصنا عليها يعني اتنين وعشرين كنا خلصنا تعالى أوريلك الحقيقة المركز الإعلامي مشكورا أيلنا إيه؟ الأول هم سبع صفحات أخدهم لك مش بسرعة قوي ومش بالراحة قوي يعني عشان بس نقدر نستوعبهم التجربة المصرية الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة أولا وكريمة حصل تغيير إيجابي يعني مثلا في 2010 الـ UNDP اللي هو التقرير التنمية البشرية والصدر عن الأم المتحدة كانوا بيقولوا إيه؟ قالك تفتقد المناطق العشوائية لأدنى معايير أدنى خد بالك تفتقد لأدنى اللي هو ما فيش أقل من كده في معايير التنظيم والأمن وده أدى لانتشار الجريمة والمخدرات وارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدني مستوى التعليم بشكل خاص كمان حلو؟ طيب فـ 2011 كلام ده 2010 حدش يجي يقول لي أصلي 2010 يا سلام على البهجة اللي كنا عايشين فيها ده كلام المؤسسة الدولية بص سنة 11 قالك تعاني المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيد والمحرومة في مصر خبلك من كلمة المحرومة لأنها كانت محرومة من كافة الخدمات الأساسية مش أقول لك غير الأساسية الأساسية ما فيش من مشكلات عديدة تدهور الصحة العامة المية الملوسة أنظمة الصرف الصحي مش موجودة غياب المساواة في الرعاية الصحية نقس القدرات اللازمة لتوفيرها اتكلموا كمان في نفس السنة على المناطق العشوائية اللي موجودة في مصر بأنها مصنفة كمناطق غير آمنة ده تصنفهم وهم قالوا كل المناطق العشوائية غير آمنة لأنها تشكل لما تشكل من مخاطر بيئية وصحية ده وفقا للإحصاءات في 2011 قالوا أنه عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بس القاهرة الكبرى اللي هي محافظة القاهرة محافظة الجيزة محافظة الأليوبية في 2011 صدر هذا التقرير وقالوا أنه سنة 2000 ده الإحصاء اللي عملوه سنة 2000 كانوا تمانية وثلاثة من عشر مليون يعني تمانية مليون وثلتمائة ألف نسبة قبل كانوا وصلوا الكام في 2011 يا جد عام بص بقى في 21 قال لك إيه تجسد ده كلام تاني تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 21 قالوا إيه قالوا تجسد اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتبره أحد أهم الأولويات وتم افتتاح عدد من المشروعات يجي على رأسها بشاير الخير الأسمرات وأنه ده ساهم في انخفاض عدد السكان في المناطق غير الأمانة سنة 23 قالوا أنه هناك تكامل في سياسات التنمية المستدامة في مصر وده أنه تم ثبوته بمبادرة حياة كريمة الحقيقة وأنه هذا يثبت أنه النهج المصري متكامل في التنمية لأنه في بقى إعادة تنمية البنية التحتية تحسين الوصول للخدمات الأساسية والصحية جودة الحياة إلى آخره بص في عشرين عشرين كانوا بيقولوا إيه على الأسمرات في عشرين عشرين يعني من ثلاث سنين قالوا إيه قالوا مشروع الأسمرات ده هم اللقيين يعد نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلوهم من مناطق خطرة وإنه تم تطوير الأسمرات بتوفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية وإنه المشروع يتمتع بشوارع متسعة ويوفر الخصوصية للسكان وإن ده بيحسن من جودة حياة السكان تعالي ناخد اللي بعده ده يا جماعة على طول يعني تغيير في النمط السلوكي تغيير في البنية الاجتماعية اللي في مصر عايش البني آدم كويس عمره ما يتجه للجريمة عمره ما يتجه للمخندرات لهذا مشروع العشويات ده كان على رأس أجندة أولويات الرئيس أنا أتذكر أنه ده أول مشروع اشتغل عليه في خمط الرئيس فور توليه في الملف الداخلي غير الملف الخارجي دي قصة تانية وهنبقى نتكلم عليها في حينها يعني بص الأمم المتحدة بتقول إيه بقى بتقول لك مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر سنة 2022 هم مصنفينها يعني قال لك مثلا الأخضر الغامق ده ميت نقطة وقال لك التمانين لحد تسعين أسف التسعين لحد مية الأخضر الفاتح وبعدين فيه أخضر أفتح منه بقى اللي هو من ثمانين لتسعين أنا فين؟ أنا هو مصر منورة بأهلها شوف أنا فين بقى؟ أنا حاصل على خمسة وتسعين وتسعة من عشرة نقطة سنة كام؟ سنة سنة أقول معي 2014 جت بعد كده في الأخضر الغامق وصلت لفين سنة 2022 تسعة وتسعين لقطة يعني أنا خفضت نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر زي زي مين؟ زي دول الاتحاد الأوروبي زي زي مين؟ زي الولايات المتحدة الأمريكية زي مين كمان؟ زي كندا زي مين كمان؟ زي أستراليا فقد إيه؟ من ألفين ألفين وخمسة ألفين كنت كان بقى تلاتة وخمسين نقطة ألفين وخمسة خمسة وستين نقطة ألفين وعشرة تلاتة وتمانين نقطة تعالى على ألفين واربعة عشر قفزة وانت عندك أحداث سياسية جللة قفزة وانت عندك حربة على الإرهاب كان ممكن الدولة تعمل إيه؟ تفرغ كل طاقتها للحربة على الإرهاب بس الدولة كانت مستوعبة جدا أنه الحربة على الإرهاب لا تقل فيه أو بالأدق أو تطوير العشوائيات لا تقل فيه أهميتها عن الحرب الإرهاب فهذه قنبلة موقوت وهذه قنبلة تفجرت بالفعل يعني اللي حصل أنه هذا الإرهاب هو القنبلة التي انفجرت أما العشوائيات فهي القابلة للانفجار وقتها في القريب إذن اشتغلت على إيه؟ تجفيف منابع الإرهاب طب إزاي بتغيير البنية الاجتماعية؟ النمط السلوكي عيش الناس صحة خلي الناس تكسب مظبوط خلي الناس تتعلم خلي الناس تلعب رياضة خلي الناس تروح أسر الثقافة خلي الناس تشوف مساحة خضرة خلي الناس تحس بخصوصيتها يا راجل يا راجل اللي حد فيكو شاف عشوائيات قبل 2014 عارف الوضع كان سيء إلى أي مدى وضع يكسف يكسف فعلا يكسف مش يكسف بس قدام العالم يكسف بالزبط هي دي طيب شوف بقى تفنخيل بقى إيه لا؟ 99 نقطة أنا زي زي دول العالم الأول مصر اللي كانوا بيشككوا فينا وبيشككوا في قدراتنا وبيشككوا في استطاعتنا بقيت زي زي دول العالم الأول في القضاء على العشوائيات تعالي نشوف برضو تطوير المناطق العشوائية وتحديدا المناطق غير الأمنة علشان أطور المناطق غير الأمنة تكلفت 63 مليار جنيه الله طيب أنا كان عندي كم منطقة غير آمنة خد بالك في حاجة اسمها المناطق غير الأمنة وحاجة اسمها العشوائيات غير المخطط لها طيب بصة سي 357 منطقة عشوائية غير آمنة استفاد معايا كم واحد مليون واثنين من عشرة مستفيد يعني مليون و 200 ألف بني آدم التكلفة كانت 63 مليار فاد المصريين عشان يعيشوا حلو دي الدولة المصرية في 2014 دي الجمهورية الجديدة القصة مش في التكلفة القصة في ازاي نقدر نحسن من جودة معيشة المواطن المصري لأنه مواطن عظيم طيب تعالي نشوف المناطق غير المخططة تلاقي ايه بقى 318 مليار تكلفة تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية في المناطق غير المخططة يستفيد قد ايه بقى 15 مليون نسمة طيب خدها بقى على المليون و 200 يعني بتكلم في 16 مليون و 200 نسمة يانه ربيعت كم في المية دولة يا جماعة 7% تقريبا 8% انا كتر حولي 12 وانه 15% أظن يزيد الله طب المناطق غير المخططة في المدن كانت قد ايه بص بقى كده الرقم وتخض كده 152 ألف فدان أي حد لا يعمل بالزراعة هيسألني الفدان مساحته قد ايه اقولك 4200 متر كنا بناخدها في المدرسة واحدة صغيرين طيب عندي بقى خد بالك هنا 71 منطقة غير مخططة تم تطورها بمساحة قد ايه 7108 فدان كانوا بيخدموا قد ايه 108 من 10 مليون نسمة يعني 1.800 مليون زود على الـ 1600 ادي كده انت وصلت الـ 18 89 منطقة غير مخططة جاري تطورها خد بالك جاري تطورها يعني ده فيها 71 منطقة بيتم تطورهم دلوقتي 89 منطقة غير مخططة جاري تطورها بمساحة قد ايه 8700 و 6 فدان بيخدموا قد ايه 3.5 مليون نسمة انا كده بتكلم في 21 مليون ونص مصر تعلن خلوها من المناطق العشوائية غير المخططة بإذن ربنا سبحانه وتعالى في 2030 هل المسألة بس متعلقة بالسكن ولا كمان متعلقة بالاسواق العشوائية اسواق العشوائية يعني يلا مطرح ما تلاقي في حتة افرش يا جادع واعمل اللي انت عايزه ومش فارق اي حدا في الدنيا الناس غلابة طبعا انا اللي هزم اساعد الناس الغلابة فاعمل ايه الدولة تصرف 44 مليار جنيه تكلفة تطور الاسواق العشوائية 1105 سوق هي اجمالي الاسواق العشوائية فيها قد ايه بقى وحدة كم وحدة بيع 306300 وحدة بيع عندي بقى كمان 36 سوق بيتم او تم تطورها بالفعل كانت بتشمل اكتر من 5000 وحدة التكلفة كانت 138.4 مليون جنيه مصري تعالين كامل اولا ده ده حصائيات عظيمة دي بصراحة عظيمة طيب اه نمر اربعة بصة سيدي بقى التوزيع الجرافي للمناطق العشوائية غير الامنة اللي تم التعامل معها اقول لك الاتي طبعا هنا لازم ارتدي المندرة لانه حتى الشاشة دي بقى بعيدة علي اوه الله تخيانه انا وصلت المرحلة دي يا جماعة لقد بلغتو من العمر ارزلو اه اه بصة سيدي القاهرة اربعة وخمسين منطقة عبارة عن تلاتة وسبعين الف وتمنمية تنين وتمانين وحدة سكنية ينهر بيض فورسعيد 10 مناطق ست תلف تلاتة Fredon 8**2 القاليوبية 16 مناطقة 5619 السويس 5 مناطق 1136 وحدة الجيزة واحد وتلاتين منطقة فيها 7768 وحدة القاليوبية 16 مناطقة خمسة 5619 الشرقية 14 منطقة فيها 570 واحدة سكناء ده أهلية 16 منطقة فيها 5038 أخد لك فين يا رجل حتى الوادي الجديد الوادي الجديد أكبر محافظة في الجمهورية بساحة الوادي الجديد اللي وحدها 45% تخيل كان فيها مناطق عشوائية نفسي أعرف والله أنا ما بقصد سأل أي مخلوق أنا عندي سؤال هو إحنا كنا فين قبل 2011 يعني كنا بنعمل إيه إيه عارفين تلي حكابت إيه انت إيه يا شيخ كنا بنعمل إيه مش أقولك كانوا بيعملوا إيه كنا بنعمل إيه لو خدتك في الأرقام دي هتتخض كل ما أرجوه إنك تشوف قدامك على الشاشة بعد إذنك شايف كل هذه الأسهم مناطق عشوائية في مختلف محافظات الجمهورية إلا ما في محافظة نجيت استنى لما تأكد والله كنت متأكد من كده فعلا البحر الأحمر حتى البحر الأحمر 14 منطقة 8,525 واحدة سكنية تعالى اللي بعده حاجة كانت مخيفة بصراحة كل دا تم التعامل معاه كل دا تم التعامل معاه هات صفحة خمسة أستاذ عطي صديق العزيز أيوة أبرز خد بالك اللي انت هتشوفه دلوقتي دا دا أبرز المشروعات دي مش كل المشروعات دي أبرز المشروعات اللي تم تنفيذها في المناطق غير الأمنة تحديدا بشاير الخير خمسة وسبعين ألف وستمائة مستفيد خمستاشر ألف ومئة وحدة سكنية سبعمية وعشرة محل تجاري سبعة مليار تكلفة المشروع دي مشاير الخير تعالى يا مولاد الأصمرات يا دين أنا بحب الأصمرات دي أول يا دين النبي والله العظيم واحد وتسعين ألف وربعمية مستفيد طمانتشر ألف وتلتمائة وحدة سكنية تلتمائة وخمسين محل تجاري أربعة وستة من عشرة مليار المحروسة واحد واثنين طبعا بقولك على الأصمرات واحد واثنين تلاتة وبشاير الخير واحد واثنين تلاتة شوف بقى المحروسة واحد واثنين أربعة وعشرين ألف وخمسمية مستفيد أربعة تلاف وتسعمية واحد تمنمية وتمانين مليون جني تكلفة مية تسعة وعشرين في محل تجاري تجمع السكني معا عشرين ألف مستفيد أربعة أربعة تلاف وربعمائة وحدة سكنية مية وسبعين محل تجاري التكلفة مليار وثلتمائة مليون أهلينا واحد واثنين اتنشر ألف وخمسمائة مستفيد ألفين وخمسمائة وحدة سكنية أربعة وثمانين محل تجاري بتكلفة مليار وسبعمائة مليون لما يتقلش علي برافو يا سيدي مش عايزين برافو عايزين بس نبقى فاهمين يعني دايما يسألوني يا أصدقائي الأعزاء يعني اللي بيشوفوني يعني أصدقائي بقى اللي أنا عارفهم يعني يقولوا يا عمي لازم الحاجة دي تتعرض عشان الناس تبقى فاهمة علشان العبس بالأدمغة ليس يغترى إيه اللي حصل في مصر آه دي اللي حصل في مصر يا مولان عشان لما أنا جيت لك قلت لك من كم يوم كده ولا كان أسبوع اللي فات قلت لك أكتر ناس أكتر ناس حاسة أنه فيه تغيير إيه يا بي ناس الغلابة بتقول عشواءات تحديدا عشان هما دول اللمس وشافوا وعرفوا أنه فيه تغيير وأنه فيه دولة مش بس شايفاهم ممكن أن نبقى شايفينهم وامطنشين لأ إحنا شايفين وبنشتغل شوف يا سيدي في السريعة أبرز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة اللي تم التعامل معها في 31 منطقة غير مخططة محافظة القاهرة تم تطويرهم التكلفة تعدت 350 مليون عارف كم مستفيد مليون و300 طيب 14 منطقة في محافظة الجيزة التكلفة 148 مليون كم مستفيد 333 ألف و400 الله والغربية الله ده كل دي كده أمثلة اسكندري خمس مناطق تم التعامل معها أكتر من نص مليون مستفيد انت عارف المساحة كانت قد إيه في اسكندريا 1440 فدان اضرب انت بقى في 4200 متر تعرف المساحة المربعة بالمتر المربع كان كام وإيه حياة غير أدمية كانت طيب شوف مثلا في المنوفي ثلاث مناطق الأفدنة كانت 1287 كم واحد استفاد تقريبا حوالي 297500 طيب فيه كم تكلفة 300 مليون جنيه تكلفة تعال ناخد الصفحة الأخيرة خلاصات زي ما يدقل كده في الكتب شوف مثلا عندك فيه محافظة القاهرة ده على سبيل المثال لا الحصر عندك 9 أسواق ده أبرز المشروعات ده أشبك لمك على كله 1213 وحدة في السوق هتلاقي في محافظة الجيزة 210 وحدة هتلاقي في محافظة إينا 140 وحدة هتلاقي في الشرقية 1051 وحدة مطروح 1170 وحدة اللقصر 130 وحدة الوادي الجديد نفسي أعرف الوادي الجديد إزاي فيها شوية والله العظيم هتجنن هتجنن المساحات الشاسعة دي زي الوادي الجديد والبحر الأحمر إزاي يا جماعة الدولة كان زمان نايمة على كل حضرتك شفت قدامك اللي كان بيحصل في مصر في ملف واحد نراه واحد من أهم الملفات وهو ملف القضاء على العشوائيات سواء إذا كانت عشوائيات خطرة أو عشوائيات غير مخططة لها العشوائيات يا سادة يا كرام لو كانت فضلة متروكة من 2014 وما لمسناهش انسى قصة القضاء على الإرهاب في مصر انسى قصة خفض معدل الجريمة في مصر انسى قصة خفض معدل إطاعات المخدرات أو تجارتها انسى قصة أي شيء إيجابي احنا بنتكلم على مواطن مصري لا يحصل على أدنى حق من حقوقه كمخلوق بشري عايش جوه دولة ما دولة ما ترك الملف في ظني وكان يغزى لسبب أجهاله أو لا أجهاله سيبك مني لكن ترك الملف فكبر الملف وسمن وكلبز وبقى كارثة أي عاقل يسمح بدكات لما مصر اتحركت اتحركت على كل المستويات أكتر حاجة من الحاجات اللي أنا فعلا أقدرها بجد والله العظيم ملف ده الحياة الآمنة الكريمة